بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا الاعزاء كملنا موضوع الكميكال انكمباتابولتي واخذنا تأثير البي اتش بالان فيترو يعني خارج الجسم هسه شلون بصير الكميكال انكمباتابولتي بداخل الجسم بتأثير البي اتش يعني عندنا ان فيفو بي اتش افكت يعني بالظروف العادية للشخص العادي تكون البي اتش مالت المعدة هي من واحد الى ثلاثة يعني اذا ما كان عنده امراض مثل كاسترك السر او غيرها فيكون اذا ما عنده اي مشاكل بالمعدة فتقريبا من واحد الى ثلاثة البي اتش مالتها هذا البي اتش يأثر تأثير كبير على امتصاص العلاجات بصورة عامة وبالتالي طبعا الامتصاص هو راح يأثر على الاكتيفتي للعلاجات والاكتيف انيجريديانت بالخصوص هل هذا البي اتش مالت الستومك يبقى ثابت واحد الى ثلاثة لا يتغير يتغير عدة عوامل يتغيرها مثلا الاكل يغيرها الانتي اسد مضادات الحموضة اللي يناقضها وتعرفون انه مضادات الحموضة هي تتكون من قواعد الالمنيوم والمغنيسيوم وهي اصلا قاعدية حتى تعادل الحموضة اللي بداخل المعدة وبالتالي تحولها تقريبا من حموضية الى قاعدية اذا ما تبقى ثابت وكذلك الويكلي الكترولايت يعني طبعا الكترولايت نعرف انه هو الحموض اللي موجود بالمعدة هو اله سي ال فمن يجي يعني الكترولايت ضعيف اه راح ياخذ اله سي ال ويتحد معاوي يكون اه صوت ملح وبالتالي راح يقلل الكونستريشن لله سي ال بداخل المهم اذا اه الخلاصة انه البي اتش للستومك هي من واحد الى ثلاثة هل تبقى ثابتة على طول لا تتغير عدة عوامل تتغيرها اللي هي الانتي اسد والفود والويك الكترولايت تمام ويكلي اسد دراكس العلاجات اللي تكون اه اللي يكون قوامها او طبيعتها او الكميكال بروبرتي الها هي ويكلي اسدك هي حوام الضعيفة بينك ان ايونايز ان ذا استومك هي ما راح تتحلل بداخل الاستومك ليش ما تتحلل بداخل الاستومك لين هي اصلا حامض ضعيف ودخلت الى انفايرومنت هي اصلا ايضا اصدك انفايرومنت بيئة حامضية فما راح تتأثر will be absorbed from the stomach by passive diffusion يعني بصورة طبيعية by passive diffusion من الاكثر للاقل one might expect therefore the concomitant anti acid therapy will delay or partially prevent the absorption of certain acidic drugs طبعا اذا هذه الاصدك هذه العلاجات الحامضية اذا اخذنا وياها بنفس الوقت او يتزامنوا اياها خلال ربع ساعة او اقل او اكثر اذا اتزامنوا اياها anti acid مضادات الحموضة فراح تحول الانفايرومنت للاستومك من اسدك الى basic ما راح يبقى ال PH من واحد الى ثلاثة راح يصعد يصير ستة او سبعة او غيرها تمام هاي الanti acid فصارت الانفايرومنت للاستومك صارت basic واجه العلاج اللي هو الحامضي دخل للاستومك اللي هي basic راح يصر عندي تفاعل قاعدة مع حامض يتكون عندي salt ويقل امتصاص المادة الفعالة اللي هي طبيعتها acidic ادراك اذا شنو قلل الabsorption ما للأسدك ادراك the main mechanism would be an increase in PH يعني زيارة ال PH للاستومك راح يزيد عندي الionization مثل ما قلنا انه راح يتفاعل الاسدك مع ال basic ويكون عندي salt للأدراك ويقلل الabsorption تمام بصورة عامة عندنا هذا الجدولي اللي اللي طبعا بعض العلاجات اللي تتأثر بالanti acid بمضادات الحموضة بعض العلاجات راح activity مالتها يتقل لان الabsorption مالتها يقل وبعض العلاجات activity مالتها لان هي اصلا بطبيعتها قاعدية فالanti acid راح يوفر طبيعة قاعدية الها ويزيد الabsorption الها اول مجموعة اللي هي بطبيعتها حامضية الاسدك اه فلذلك اضافة الanti acid الها راح يقلل من امتصاصها ليش؟ لان الanti acid هنا راح يوفر environment قاعدية basic environment تمام؟ البيعش عدي راح يزداد فاذا من الادوية اللي يكون قوامها اسدك طبيعتها الكيميائية اسدك واللي يقل امتصاصها ويقل فعاليتها بوجود الanti acid بوجود مضادات الحموضة طبعا اذا انو خذت اياها بنفس الوقت اللي هي التتراسايكلين ناليديكسك اسد نيتروفيرانتوين بنزل بنسالين اسلفون امايتس ايضا من الدروكس اللي يكون قوامها او طبيعتها الكيميائية هي قاعدية فمن من نضيف الها الanti acid من الanti acid ياخذ المريض مع هذه الادوية الanti acid راح شسه راح يرفع البي اجمال راح يوفر environment basic للعلاجات اللي هي اصلا basic فلذلك ما راح تختلف اه عدتها ال environment هي basic وصلت الى environment basic ما يصير عندي اي تفاعل فلح شي يصير لها enhancer and this lead to enhancing to activity مثل ايش هاي العلاجات اللي هي كلوروكوين فيوفلين ميقاميلامين امفيتامين and ليفو دوبا ليفو دوبا is metabolized within the and more rapidly degraded in the stomach اللي هو احد العلاجات اللي تستخدم لعلاج مرض باركينسون الشلل الرعاشي طبعا ولي هو يتميز انه ممكن بانه منترايشن للبلاد ممكن ان يوصل للبراين وينطل activity مالتا بداخل البرين المهم more rapidly degraded in the stomach metabolism مالتا خاف تجينا بالاختيارات يا شباب اللي يفو دوبا metabolism مالتا وين بالليفر بالكيدني بالكاسترو intestinal tract وإلى آخر فنختار الكاسترو intestinal tract تمام المتابوليزم مالتا بالكاسترو intestinal tract ينطين الactive ingredient وبعديا اكثر مالتا والتحلل مالتا للمواد الفعالة مالتا وين بالاستومك وبعدين وين تنزل هاي المادة الفعالة تنزل للانتستين ويتم امتصاص حتى تروح للبلسسترين وتنطل فعالية العلاجية تمام اذا كانت مثلا هذه العملية تطول مثلا ربع ساعة تمام اذا تغيرت تغيرت الاستومك environment البي اتش تغير من اسدك الى بايسيك راح يقلل راح يؤثر على هذه العملية ويحتاج وقت اطول حتى ينزل من الاستومك للانتستين اعيدها مرة ثانية يا شباب حتى ما تكون علينا صعبة الليفو دوبا المتابوليزم مالتا بالكاسترو انتستين وين بالضبط اكثر شيء بالاستومك يعني شيء يصير يعني ينطل مادة الفعالة مالتا بالاستومك الليفو دوبا راح ينطل مادة الفعالة مالتا الاكتف انيجريديات وين بالاستومك وبعدين راح تنزل وين بالاستومك وتمتص من الاستومك وتروح للبلاس ستريم توصل للبراين وتنطف فعالية العلاجية تمام اذا فرضنا على سبيل المثال هاي العملية اللي ذكرناها من اعطاء المادة الفعالة من اللايبريشن او تحلل المادة الفعالة بالاستومك ووصولها لاستومك وبعدين امتصاصها اشكال الطول تقريبا خل نقول مثلا على سبيل المثال ربع ساعة اه ربع ساعة اذا كانت الانفيرومات مال الاستومك عدنا شنو هي اسديك البي اش تقريبا من واحد الى ثلاثة اما اذا اتغيرت هاي البي اتش اتغيرت هاي الانفيرومات مال الاستومك صارت مثلا البي اتش صار اربعة او خمسة او ستة ما راح تضل ربع ساعة نحتاج وقت اطول حتى ينطينا الليفو دوبا الاكتف انيجريديات في الاستومك وبعدين ينزل للانتستين وبعدين يصل الى امتصاص يحتاج الى وقت اطول لان الانفيرومات مال تأتخربطت البي اتش مال مال الاستومك تأتخربط ما بقى هو نفسه الاسديك تمام نقطة ثانية او مثال ثاني ذا يوز اوف سيميتدين اللي هو التجاميت رانيتدين اللي هو زينتاك نيزاتدين فاموتدين هاي كلها نسميها بال مضادات يعني اللي موجودة بجدار الاستومك تقلل افراز ال الداخل الاستومك يعني راح ش تسوي راح تسوي الانفيرومنت بايسك راح ترفع البي اتش من واحد الى ثلاثة ترفع تسوي اربعة خمسة و الى اخر فالعلاجات اللي اللي مهيئة للامتصاص بالبي اتش بالبي اتش الاسديك راح يتأثر الامتصاص مالتها ما راح يكون الامتصاص مالتها جيد مثل مثل ما كان قبل ان يزداد البي اتش فلذلك الاسد لا براية للدراج يعني يقصد بها اكو علاجات هي المفروض تتغير بالبيئة الحامضية وتتحول الى علاجات ثانية فراح تبقى نفسها انتاكت ما متغيرها وراح يتم امتصاصها نفسها بدون اي تغير ليش لان ما عند البيئة الحامضية اللي يتحللها وتغيرها الى اكتف انجريديانس او اخر ميتابولايتس تمام يعني امتصاص امتصاص التترا سايكلين اذا كان بالبيئة من واحد الى ثلاثة هو تقريبا اكثر ميت ضعف مما اذا كان عند البيئة خمسة او ستة تمام فانه عملية اعطاء التترا سايكلين وهي الصوديون بايكاربونيت الصوديون بايكاربونيت هي مادة قاعدية هي بايسك انجريديانت بايسك سابستانس فمن توصل الى استومك راح ترفع البيئة فلذلك شنو راح تقلل الذوبانية مالة التترا سايكلين لان تترا سايكلين ذوبانيتها تقريبا ميت مرة اكثر عفوا بالبيئة من واحد الى ثلاثة تقريبا ميت ضعف اكثر من ذوبانيتها بالبيئة خمسة الى ستة من ان طوي التترا سايكلين الصوديون بايكاربونيت الصوديون بايكاربونيت راح يوصل البيئة تقريبا الى خمسة او الى ستة فيقل الذوبانية التترا سايكلين وبالتالي امتصاصه راح يقل فعاليته راح يتقل يعني زيادة البيئة للستومك اذا كان عندي الاستومك صار بي اتشمالتها قاعدي او قريبا من القاعدي يعني مثلا خمسة او ستة فالاسدك دراكس الأدوية الحامضية من توصل للبيسيك انفايرومنت راح يصير بها يعني انت حامض وخليتها بانفايرومنت قاعدي راح يصير بها راح يتحلل راح يصير تفاعل حامض ويقاعده ويكون ملح يكون السولتس فبذلك راح يتقل راح يتقل امتصاص الاسدك دراكس مثليش هذي الاسدك دراكس اللي معرضة للايونيزيشن بالبي اتش العالي اللي قريبا من القاعدي اللي قلنا خمسة او ستة مثل التترا سايكلين ناريديكسك اسيد نايتروفيرانتوين بنزل بنسالين انسلفوناماين تصر ديوسنك ابزوبشن راح ليش؟ لعني هي راح تتأين تتأين اه معظمها راح يتأين ويتحول الى ايونات فالعلاج راح يفقد فعاليته وراح يقل الامتصاص مالته اه تماما من ال من ال chemical incompatibility الاخرى اللي هي الكتيون انيون انتر اكشن يعني عندنا مادة كتيون يعني لها اشارة موجبة or charge positive charge وتفاعلها مع مادة اخرى اللي هي اه اللي هي نسميها بالانيون الانيون يعني شنو negative charge واكيد راح تنطينا اه مادة اخرى اه يعني بي تفاعل اله راح يصير طبعا تفاعل بين الكتيونيك والانيونيك اتراكشن تجاذب بيناتها ويكون عندي مادة اخرى تختلف بال physical chemical properties عن original substance انتراكشن انتراكشن بتوين الارج اورغانيك انايون وان اورغانيك تتايون ما يرزلط انتراكشن بيناتها يعني هاي المادة اللي تكونت راح تكون عندي بريسيبتات اللي هو غير ذائب يكون انسولوبل لان قلنا شنو تختلف مواصفاتها عن الاي والبي عن الورجينال سوبستاس يكون انسولوبل غير ذائب كامثلة عدنا gentamicine sulfate عند هبارين sulfate group interfere with the anti-coagulant activity of هبارين اذن الهبارين ما ننطيوي gentamicine ليش؟ لان عدنا كتيونيك انايونيك انتراكشن ورح يقلل الفعالية الهبارين والهبارين اللي هو anti-coagulant مضاد للتخثور يمطولي المرضى فاذا عنطوي gentamicine ما راح ينطي أي فعالية يعني فعالية راح تختفي أصلاً ما الى اي anti-coagulant activity الكلوكساسلين وهي الإفدرين ايضاً تفاعل انايون وهي كتيون وهي المواد اثنين هم اثنين هم المواد راح يفقد فعاليتهن العلاجية ليش؟ لعن راح يتكون راس بغير قابل للامتصاص the soluble يعني الصبغات الذائبة تارترازين and should not be dispensed with عندي anionic kateonic interaction ويكون عندي complex غير ذائب وهاي الصبغات الانيون مو بس ما أنطي هوي صبغات كتيون حتى إذا كانت عندي أدوية هي كتيون فما أضيفها كصبغة بصناعة أدوية بصناعة تابلت أو كابسول هي كتيون كدراج مثليش؟ مثل الانتي هستامين صاطو الكلور برومازين طنعيتها هاي النقطة مرة أخرى بالنسبة للدايس بالنسبة للصبغات اللي نستخدمها بالصناعات الدوائية إذا كان عندي مثلاً صبغات صبغات يتكون إشارتها إشارة سالبة الشارج الخارجية مالتها هي نكاتيف شارج مثليش مثل أمارانث والثارترازين هذي الصبغات الانيون يعني ما أضيفها ما أضيفها مع صبغات أخرى تكون كتيون مثليش مثل المثلين بلو تمام واللي كريستال ضايوليت اللي تكون كتيونك داي ما أضيفها وي كتيونك داي هاي الانيونك داي تمام وبعد شنو عندي أيضاً هذي الـ حتى العلاجات اللي تكون كتيونك مو بس الصبغات الكتيونك حتى العلاجات اللي تكون كتيونك مثل الانتيهستامين مثل الاملاح الانتيهستامين ومثل الكلوروبرومازي كتيونك داي كتيونك داي ماي بي بريسبيتتت باي سوب اللي يجد أن تحتوي هذه السوبس الصابون والكليس اللي هي مثل قوامها الطيني المواد اللي يكون قوامها الطيني تحتوي بداخلها على أنيونس تحتوي على أنيونس بداخلها فممكن أن تتحد مع هذه الدايس اللي يكون طبيعتها الكيميائية عفوا كتيونيك وتكون عندي راسب غير ذائب بريسيبيتات غير ذائب السيفيد رايك زون is incompatible with any IV fluid containing كاليسيوم صالت ليش الكاليسيوم صالت اللي هي كتيونيك كاليسيوم صالت كتيونيك والسيفيد رايك زون يحتوي بداخلها على أنيونس تحتوي على أنيونس فيكون عندنا تفاعل بيناتهن ويكون عندي إبريسيبيتات وهها جدا مهمة وطبعا الصيادة السريريين وظيفتهم ان شاء الله بالمستشفى انهم يتارعون هاي الحالات وحدة منعتها انه السيفيت رايكزون اللي اسمه تجاري الروكسيف ما يصير انحله بداخل المحالي الرنقار والرنقار لاكتيت ليش لعن الرنقار والرنقار لاكتيت بداخلها كالسيوم وهذا الكالسيوم ممكن ان يتحد ويكون ملح راسب غير ذائب وهذا الملح الراسب الغير ذائب من يوصل للبلادستريم يسوى مشاكل عند المريض مثل الانكولاي وغيرها يسبب تجلطات الكميكال انكمباتابولتي الاخرى اللي هي الكيليشن اللي هي طبعا مشتقة من كلمة غريقية اللي يعني تعني المخلب المهم referring to the interaction between a metal atom يعني تكون ذرة معدنية or ion and another or ion and another species known as ligand يعني الكيليشن يكون بين two parts الاول اللي هو metal ion metal عفوا metal atom يعني ذرة ذرة metal or or ion يعني يكون اما اتوم or ion يتحد مع من هذا الاتوم او الايون المتال اتوم او الايون ويا من يتحد يتحد مع ماد اخرى انسميها بالليغانت وبالتالي راح يكون عندي يتكون عندي الكيليشن الكيليشن change the physical and chemical characteristics of both the metal ion and the ligand يعني اذا كان عندي هنا metal metal ion or metal atom تمام واتحد مع الليغانت صار عندي هنا صار عندي راح ينطيني مركب اخر مركب اخر يختلف بالphysical والchemical properties عن الليغانت وعن الميتال ايون وعن او الميتال اتوم تمام يعني راح ينطيني مركب يختلف تماما عن مكونات عن مكونات هذا المركب يعني هذا المركب اللي ينتج بعد الكيليشن بعد عملية الكيليشن بعد عملية اتحاد الليغانت والميتال ايون الفيزيكو chemical properties الليغانت وتختلف عن الميتال ايون او الميتال اتوم تمام هذا المركب اللي قبعا رمزنا لها بالأكس اللي يتكون بعملية الكيليشن يكون حجمه كبير نسبيا فدخوله او اختراقه للسيل راح تكون البينتريشن مالتا لجدار الخلية راح تكون قليلة ففعالية العلاج راح تقليه انه اصلا ما راح يتخلي الخلية بعض الاحيان ممكن ان يستخدمو ك ريسير فيار أو دي بوت يعني هاي عملية ممكن ان نستخدم منعتها بصناعة الدي بوت للإدراك شنو معنى الدي بوت يعني العلاج ما راح ينطي فعاليته تنتهي فعاليته بساعة او ساعتين او ثلاثة بوجود الريسير فيار او الدي بوت او الدي بوت راح ينطي يتتحرر المادة الفعالة من هذا الريسير فيار او الدي بوت تدريجيا يعني تبقى بساعات طوال مثلا اثناء الساعة او اربعة وعشرين ساعة او بعضها مثل البنزاتين بنسلين يبقى تقريبا ممكن اربع تيام او حكس تيام تبقى التيرابيوتيك كونستريشن موجود بالبلات ستريم تمام اذا الكيليشن ممكن ان نستفاد من عنده بشي ايجابي انه نحضر من عنده رسير فيار او الدي بوت للأكتف انيجريديات شنستفاد من عدها نستفاد من عدها للبرولونج ديوريشن اوف اكتف انيجريديات تمام ممكن نستفاد من عنده شيء الله اخرى اللي هو شنو رديوس اريتيس اريتنسي انت امبروف استايبولتي يعني نزيد الاستايبولتي للأكتف انيجريديات ويقل الاريتيشن على ما مستخدم بالبوفيدون ايودين بوفيدون ايودين يكون استايبول وما يسبب اي اريتيشن على الاسكن بالاستفادة من عملية الكيليشن اوف اكتف انيجريديات او الميتال ايون وي الليجان تمام موضوع اخر ولي هو ايضا اه مهم لي هو التراسايكلين وشلون الكميكال انكم باتابولتي للتراسايكلين بوليفال انكتايون ستش اس فرك او فرس مغنيسيوم كاليسيوم الامنيوم يعني الكتيون اللي يكون عليه الاشارة اكثر من زائد وحده مثلا الفرس اللي هو عليه اشارة موجبة او الفرك اللي عليه ثلاثة اشارة موجبة بعد المغنيسيوم المغنيسيوم two positive charge تمام الكاليسيوم كتيون two positive charge الالمنيوم تمام الالمنيوم وهكذا اند انيون ساج اس فوسفيت والانيون اللي هو ايضا polyvalent الالمنيوم عفوا الانيون الفوسفيت اللي هو ايضا ايضا polyvalent يعني متعدد يكون مو يعني مو اف اي بوزة بواحد مثل عفوا الصوديوم اللي يكون تمام اه يكون ايضا لا نحكي هنا عن اذا كانت كتيون او ايون او انيون شبهن هذي كتيون او انيون شي سوان شلون يتحدن ويترا ساكلين انترفير عفوا مشكلة انترفير انترفير with the absorption of تترا سايكلين تترا سايكلين is responsible for teeth discoloration or bone deformation in growing babies يعني هذي البوليفال كتيون بوليفال انيون راح تتحد مع التترا سايكلين تكون مادة ثالثة يعني تكون معقد وهي التترا سايكلين وتقلل امتصاص التترا سايكلين يبقى التترا سايكلين بال stomach او بال intestine هو امتص وما سبب اي فعالية علاجية ومعلومة اخرى لل التترا سايكلين يقول التترا سايكلين هو اذا انطينا للاطفال اللي اقل من نفعة السنة اللي نسميهم بال growing babies اقل من اثناء السنة هو راح يسبب لي اسفرار بالاسنان discoloration للاسنان يسبب لي مشاكل بالعظام فلذلك انه ما ننطيب للاطفال اقل من اثناء السنة يعني اي علاجات من عائلة الكوينولونس اللي هي واحدة من عائلة السيبروفلوكساسين باي الامينيوم هايدروكسايد ان كاليسيوم كاربونيت اوديوس بايو افيلابولتي يعني السيبروفلوكساسين والبقية بقية الادوية من عائلة من الفامل الكوينولونس لازم ما ننطيه نويل الامينيوم هايدروكسايد اويل كاليسيوم كاربونيت ليش لان السبب عندي كيليشن السبب معقد وتقلل من الامتصاص وبعدين راح تقلل من الفعالية العلاجية بالنسبة لان ممكن نستفاد من عنده انه انه اذا 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 زاد التركيز مال مال ايون الى تركيز نسميه بالتوكسي كونستريشن يعني تجاوز التيرابيوتي كونستريشن ووصل لتوكسي كونستريشن وصل لتوكسيك كونستريشن ممكن نضيف مادة تسويه لكيليشن وطلعه وطلعه من الجسم نعم. آآ مثلي ايش مثل عندي الايرون الحديد تسمم الحديد مني وصل لتوكسيك كونستريشن آآ ممكن ان ننطي المادة اللي هي اللي هي هنا راح تمثل اللي راح يتحد ويالايرون ويسق بعملية الكيليشن ويطلع الايرون من الجسم آآ ويقلل تركيزه من التوكسيك كونستريشن الى ان يوصل يقلل لثيرابيوتك كونستريشن. تمام. بنسلامين is similarly used to aid the elimination of كبر in Wilson disease. Wilson Wilson disease هو مرض باسم العالم اللي اكتشفه انه هو زيادة الكبر ويترسب الكبر بالجسم طبعا واحدة من ترسباته قد تكون حتى بالعين ويسبب مشاكل جدا آآ جدا صعبة. البنسلامين هنا البنسلامين هنا هو اللي راح يمثل اللي راح يتحد ويالكبر آآ ميتل تمام آآ ويالميتل آآ اتوم اللي هو الكبر النحاس ويطلعه من من الجسم وبالتالي يقلل تركيزه ويقلل التوكسيسيتي مع الكبر الاتزوبشن الاتزوبشن هي معناها الامتزاز الامتزاز او السحب يعني المواد الممتزة او الساحبة يعني آآ مواد متعددة ومو كل مادة يعني خاصة للاتزوربنت لمادة معينة لا يعني مثلا التشاركول ممكن تصير اتزوربنت لعدة مواد تمام؟ الكوليستيرامين بنتونايت كاولين بكتين آآ طبعا والتشاركول والكاولين هي مواد مهمة لتسمم لي آآ مثلا اذا كان آآ طفل ما اخذ آآ مضادات او مبيدات حشرية بصورة آآ يعني ما يدري طفل واكو مبيد حشري خاصة نصير بيئة القرى والارياف ماخذها ومتسمم بيها او مثلا جرعة عالية من علاج آآ طفل شايف علاج موجود مفتوح وماخذ من عنده وإلى آخره آآ فشنو من يجي للطوارئ وخاصة كل ما يكون وصوله آآ آآ على آآ بيئة الساعات الاولى يكون افضل ممكن ان نتلاحقه مثل ما يقولون بعد المواد السامة باعته بالاستومك ما صار لها امتصاص كامل فينطوء الكاركول الكاولين راح شسبب هاي الكاركول والكاولين تتحد مع هاي المادة السامة اللي موجودة بالاستومك وتمنع امتصاصها وتطلع عن طريق الاستنسن عفواً يعني مو بس حتى المواد السامة لا مو بس حتى النيوترينت بعض المواد آآ اللي اللي تكون غذائية طبعاً من النيوترينت اذا كانت يعني مواد بتراكيز عالية وتسبب آلام آآ او وصلت الى الى حالة جداً مزرية بالنسبة للبيشنت آآ تسمم عالي صار عندها سوء هضم او ينطونا هاي المواد آآ واحدة منعتها يعني باي ذوي نذكرها يعني آآ شبابنا وطلابنا اللي موجودين بالصيدليات يعرفون بالنسبة للكاربون التابلت آآ علاج الكاربون نسمي اللي هو يحتوي على مسامات بسطحها الحباية مثل من الكاربون مصنوعة تحتوي على مسامات بسطحها بالسطح مالة ننطيها للبيشنت اللي يعانون من الارتاب الباول سندرم آآ عاتهم مشاكل بي القولون واحدة منعتها القازز فهذه الكاربون راح يصير ادزوربن يعني يمتز يسحب القازز اللي موجود بالقالون ويتحد معاه ويطلع عن طريق آآ الانتستان. If the drug remain adsorbed until the preparation reach the general area of the absorption site the concentration of the drug presented to the absorbing surface will be much reduced يعني شنو معناها معناها حتى اذا هذه المواد السامة مثل ما قلنا وصلت للستومك وصار بيها امتصاص ولو بسيط من ننطي هاي المادة الادزوربانت المواد الابزوربانت ممكن ممكن ان يلحق على آآ بقية الكمية ويصير لها آآ ادزوربن معاه ويمنع امتصاصها. Delayed absorption of lincomycin was absorbed when administered with kaolin and bectinic acid اللي بكتنك اسد اللي يسموها آآ كاوباكتاتا. تمام يعني ما ننطي lincomycin والكاولين والبكتنك آآ والبكتنك اسد اللي شنو راح يصير الابزوربشن. Talk. I can only use tablet lubricant. التالك هي مادة تستخدم بصناعة الادوية تمنع التصاق التابلت مع الأجزاء ماكنة كبس الأقراص. الكمبرشن ماشين. وايضا تمنع التصاق آآ اجزاء التابلت مع بعضها البعض. هي lubricant. مادة آآ مرطبة او ملينة. عفا مادة آآ ملينة تمنع التصاق التابلت مع أجزاء المكينة. التابلت ماشين. وتمنع التصاق اجزاء التابلت مع بعضها البعض. تمام? have been reported to adsorb cyanocobal amin and consequently interfere with the intestinal absorption of this آآ vitamin. انه ممكن ان يتحد يصير آآ عفا اتزوبش. انه يمتز او يسحب السيانو كوبالامين اللي هو الفيتامين بيتويلف. وبالتالي يمنع امتصاصه ويمنع امتصاصة من الانتسطيل وآآ يقل الامتصاصة الى درجة كبيرة ويقلل الكونستراتيشن مالتابل نوع آخر من الادزوبشن اللي هو الادزوبشن of the container يعني هاذا الكونتينر مال الدوزشفور الكونتينر اذا كان بلاستيك تيوب مثلا and connection used in intravenous containers and given set and adsorb or absorb a number of drug leading to significant losses in some cases يعني ش نقصد بها نقصد بها مثلا اذا عندي اه اذا ابنع اه مغذي مثلا نريد نبطي عن طريق الوريد مثلا راح يكون عندي جهاز اعطاء المغذي وراء جهاز اعطاء وراء وان يوصل يوصل للكانو اللي موجوده بوريد هذا الجهاز الاعطاء مرات اكو بي مواد مواد مثلا البولي فانيلي كلورايد راح تسحب او تمتز او تمتص بسم من العلاج وهي الطريقة تنزل من المغذي توصل بجهاز الاعطاء مثلا بجهاز الاعطاء بي مواد راح يمتز او يسحب بسم من المادة العلاجية فالمادة العلاجية راح يبقى قسم منعتها ملتصق بجهاز الاعطاء وما يوصل للكانو اللي وما يوصل للوريد التركيز كامل راح يقل تركيز العلاجات الواصلة للوريد اللي هي اهم محدة بها طبعا البولي فانيلي كلورايد اللي ذكرناها انكلوت انسولين بعض العلاجات مثل الانسولين اللي هي جدا مهمة ووصول تركيزها اه مو بالتركيز المناسب مو بالكمية المناسبة للمريض يعني اذا استخدمنا هاي السرنجات اللي تحت اه عفوا السرنجة اللي تحت الجلد اذا كان بها اه مادة تسحب قسم من الانسولين وما تنطي الكمية كاملة تحت الجلد فراح يسوي راح نسوي مشاكل طبعا والانسولين ممكن ايضا ان نمطي اي ذي ببعض الحالات تمام مثل الجليسرين تراي نايترين ديازيبام كلورميثيازول فيتامين اي اسيتيت ايزوز سوربت داي نايترين اذا مثل الانس جروب مثل الانس جروب اف دراكس يعني ومجموعة كبيرة من العلاجات مثل الوارفرين فينوثيازين هايدرالازين هايدروكلورايد انثايوبنتال سوديوم والثايوبنتال ايضا ينطونه اه بالعمليات حتى يسوي تخدير للمريض اه يعني يخدر المريض لساعات حتى الجراح يجري العملية بصورة اه سهلة فاذا قلت تركيز الثايوبنتال الواصل فاذا كان مثلا الثايوبنتال يوفر لي ست ساعات مثلا تخدير اه اذا صار بي ادزوربنج بالجهاز الاعطاء او اي بلاستيك اه ديفايس راح ما ينطي الساعات راح ينطي ساعات اقل من التخدير يعني بعض اجزاء الكونتينر الكونتينر نفسه اذا كان هو بلاستيك او هذا السدادة اللي موجودة بي اذا كانت بلاستيك اذا كان موجود عندي بداخل الفورملة بريزيرفاتيف بداخل الفورملة بريزيرفاتيف ممكن قسم من الكونستر من هذا البرزيرفاتيف يروح يصير به ادزوربنج بالجدران وبالتالي تركيز وبالتالي تركيز البرزيرفاتيف اللي موجود بالفورملة وبالدوزش فورم راح يقل فهو مواد حافظة قل تركيزها بالفورملة فلذلك المايكرو اوغانيزم راح يزداد لان البرزيرفاتيف اه قل يعني فعالية المواد الحافظة قلت وممكن ان تسبب اه عدنا يعني انه المايكرو اوغانيزم اقراوط راح يزداد لان المواد الحافظة تركيزها قل وهي ضرورية حتى تقاوم وتحمد من المايكرو اوغانيزم اقراوط اه الحد هنا نجي الى نهاية موضوع لهذا اليوم اتمنى تكونوا استفادية وشكرا جزيلا